اشتركوا في القناة المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لدى وصولها ظهر اليوم الى قاعدة عيسى الجوية على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني برفقة عدد من ضباط قوة دفاع البحرين واجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين شهداء الواجب على ارض القاعدة حيث ادى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القادر العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التحية لشهداء الواجب وقبل ذلك ادت ثلة من العسكريين التحية لجثامين الشهداء وكان من ضمن المستقبلين ساعدة الفريق الركن يوسف بن احمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وساعدة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الاركان وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من اسر واهالي الشهداء الذين تشهدوا في حادث خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس في صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ونقل مع المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عزاء وموساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه الى اسر واهالي شهداء الواجب من رجال قوة دفاع البحرين دعيا مع عليه الله تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته وانسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والابرار وان يرهم ذويهم الصبر والسلوان سائلا الله عز وجل الشفاء العاجل الذين تعرضوا لإصابات من رجال قوة دفاع البحرين اثناء ذلك الحادثة الاليمة كما عبر مع عليه عن احر تعازيه الى جميع منتسب قوة دفاع البحرين والشعب البحرين الوفي واعرب عن شكره وتقديره لرجال قوة دفاع البحرين على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الاخوي الكبير في وقوفهم الى جانب الاشقاء في الدفاع عن الحق اشتركوا في القناة 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 على أمر ولي الأمر الشرف خدمة الوطن بواحد يستشهد سأل الله يتغبل عنه إن شاء الله منازل الشهداء الصالحين إن شاء الله الحمد لله وشك لله ما نحزن عليه هذا أنا أقول مبروك مبروك الشهيد الحمد لله وشك لله رب العالمين ما نحزن لأن هذين يقدمون رباحهم وهذه سبحان الله تضحيات للوطن الإسلام الحمد لله وشك لله رب العالمين كما جرى عصر اليوم تشيع شهداء الواجب الوطني المقدس في مقبرة الرفاع ومقبرة المحرق ومقبرة الحد حيث أدى مع علي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صلاة الجنازة على جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب مبارك سعد الرميحي في مقبرة الرفاع وتقدم مع عليه موكب التشيع معاد من أسرة وأهل الشهيدة وجموع غفير من المواطنين والمقيمين وقدم مع علي القائد العام لقوة دفاع البحرين التعازية إلى أسرة وأهل الشهيدة داعينا الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم دويهم الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة كما جرى تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني الرقيب أول حسن علي اسكندر ماجد في مقبرة الحد وتقدم موكب التشيع عدد من أسرة وأهل الشهيد وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين الذين قدموا التعازية إلى أسرة وأهل الشهيد دعينا الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى اسرة واهل الشهيدة دعنا الله تعالى ان يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وان يلهم ذويه الصبر والسلوان شهداء الوطن بواسع رحمته شهداء الوطن بواسع رحمته اشتركوا في القناة